غرقت بنينة وسفرج ومنطقة بهادي واجزاء من سيد خليفة بالمياه بعد انطار غزيرة هطلت دون توقف على سهل مدينة بنغازي مما تسبب باغلاق الطريق الرابط بين منطقة النواقية وخزان الطلحية وطريق سيمانصور وعقبة الرجمة بالاضافة الى مدخل منطقة توكرا كما ان المياه قد غمرت العديد من جزر الدوران والشوارع والمنازل ومطار بنينة الدولي ومستشفى الهوار العام على اثر ذلك شكلت وزارة الداخلية غرفة عمليات مشتركة لاخلاء العائلات العالقة في مخيم بنصيب بعد تلقيها بلغات استغاثة فيما رفعت الوزارة ايضا درجة التأهب القصوى لمواجهة الازمة ومنسوب المياه المرتفع لوادي القطارة حيث نوهت بالمواطنين القاطنين على اطراف الوادي اخذ الحيطة والحذر حيث يتم فتح بعض الصمامات لتخفيف ضغط المياه على الوادي حتى لا ينهار ويشكل كارثة على كامل المدينة من جهة اخرى قامت مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات باخلاء كامبو بنصيب المقابل لمنطقة جاريونس والذي يقتنه عائلات نازحة من تورغة تم نقل قرابة الثمانين شخصا تعرضوا لحالات غرق من بينهم اطفال ونساء وكبار السن ورجال تم اسعافهم الى مركز بنغازي الطبي للتأكد من سلامتهم ومن ثم الاشراف على نقلهم لمقر مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات فيما دعت المفوضية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى الوقوف والتعاون مع المفوضية لتوفير الاغذية والملابس للعائلات المتضررة والموجودة حاليا في مقر المفوضية